وأقوال الناس في القدر أربعة في قول الأول الذين ينفون القدر جملة وتفصيلا هؤلاء هم القدرية ونفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنفن وأن الله لا يعلم بجعله حتى يكون تعالى الله عما يقولنا ألوان كبيرا فهؤلاء يدعون أن الخالقين كثير جدا فنحن نؤمن أن لا خالق إلا الله وحده وهم يرون أن كل إنسان يخلق أذعاله فيرونه وخالق هل من خالق غير الله وهؤلاء كفرهم أشد من كفر مشركين مكة في وقت البعث لأن المشركين في وقت البعث لئنسا يلتهم من خلقهم بيقولنا الله ولئنسا يلتهم من خلق السماوات والأرض وصخر سمسة والقمر ليقولنا الله أما هؤلاء بيقولنا الله خلقنا ونحن نخلق أفعالنا وقد أنكر الله ذلك ورده فقال والله خلقكم ما تعملون فجعل أفعال العباد مخلوقة له جل جلاله فهو الخالق لها المذهب الثاني مذهب الجبرية وهم الذين يبالغون في إثبات القدر حتى ينفون عن المخلوق الفعل أصلا فينسبون جميع الأفعال إلى الله بالغوا في إثبات القدر حتى أثبتوا ما ليس من القدر فجعلوه من القدر لم يفرقوا بين الفعل والخلق أثبتوا الخلق لله وقد صدقوا لكن أثبتوا جميع الأفعال لله وقد أخطأوا لأنهم جعلوا السرقة والكذب والزنا والخيانة والخديعة من أفعال الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير فهؤلاء يرون أن المخلوق لا يفعل أصلا يقولون ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فلذلك ينسبون جميع الأفعال خصيصها ودنيئها وقبيحها لله جل جلاله تعالى الله عن ذلك علوا كبير والقول الثالث هو مذهب أبي الحسن الأشعري وهو إذبات نظرية الكسب معناه يرى أن الله خارق كل شيء أن جميع المخلوقات من خلق الله فالإنسان مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله ولكن يقول للإنسان خلق الله بالإنسان كسبا وخلق الفعل فإذا وقعت المقاربة بين الكسب والفعل إن جذب الفعل إلى الكسب كالجذاب الحديد إلى المغناطيس فيرى أن الإنسان تخلق له طاعة أو استطاعة على الطاعة استطاعة للطاعة فإذا أراد الله أن يخلق صلاة العصر في جسمك خلق فيك استطاعة مؤقتة على قدر أداء الركعات الأربع وتنفد وتنتهي فإذا أراد أن يصدر منك فعل آخر خلق فيك استطاعة جديدة وهكذا وهذه نظرية تسمع نظرية الكسب وهي من المسائل الأربع التي يقول الناس فيها إنها لا تفهم إنها صعبة جدا ونشاعرة يقولون فيها مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر هي قدرة ولكن لسنا بها نقدر وهذا القول لا شك فيه سلامة من المذهب القدرية لأنه أثبت القدر وفيه سلامة من المذهب الجبرية لأنه لم ينصد تلك الأفعال إلى الله وإنما نسبها إلى الاكتساب إلى كسب الإنسان نسب خلقها لله لكن لم ينصد فعلها إلى الله لكن هذا القول صعب الفهم جدا وصعب الاستيعاب وليس عليه دليل فلنذهب إلى المذهب الرابع وهو إن شاء الله مذهب أهل الحق وهو مذهب أهل الحديث وهو التفريق بين الخلق والفعل فالخلق كله إلى الله خلق السماوات والأراضين وخلق البشر وخلق الجن وخلق الخلائق نميعا وأفعالهم هذا من خلق الله أما الفعل فبعضه من الله وبعضه من المخلوق فإنزال المطر أو الإحياء أو الإماتة أو الرزق أو بعضة الرسل هذه أفعال الله لكن الصلاة والكذب وغيرها من الأفعال هذه أفعالك أنت ولذلك تذاب على حسنها وتعاقب على سيئها فأنت الذي فعلتها أنت الذي فعلت الصلاة ولذلك تذاب عليها وأنت الذي كذبت ولذلك تعاقب على الكذب فالفعل منك ليس من الله أفعال الله لا تلتبسوا بفعال المخلوقين أفعال الله خلق السماوات السبع خلق آدم عليه السلام خلقه بيمينه نفخ الروح في البشر الإحياء الإماتة الرزق تنزيل المطر إنبات الشزر هذا خلق الله وفعله معا أما الطاعات والمعاصي فليست من فعل الله هي من خلق الله وليست من فعل الله وإذا لاحظوا أن الخلق هنا معناه التقدير أن الله قدرها عليك لكن أنت الذي فعلتها والتكليف هو بالفعل لا بالخلق التكليف ليس مرتبا على الخلق أبدا التكليف مرتب على الفعل فمن فعل الحسن يذهب عليك ومن فعل السيئ يعاقب عليك أي هو مستحق لذلك إلا أن يتجاوز الله وبهذا تعلمون جواب السؤال الذي يدور كثيرا في أذهان الناس وهو السؤال هل نحن مسيرون أو مخيرون جواب ذلك أننا فيما يتعلق بالقدر مسيرون على وفق ما أراد الله وخلق هذا هو الخلق وفيما يتعلق بالشرع بأفعالنا فنحن مخيرون فما فعلنا من الطاعات فهو لنا وما فعلنا من المعاصي فهو علينا كما قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ونحن نفعا ولنا قدرة ليست تتجدد مع الفعل بل هي قدرة موجودة ونقدر بها على ما في طوقنا لا نقدر بها على خلق السماوات ولا على خلق الأراضين ولا على أي خلق لكن نقدر بها على الفعل الذي نستطيعه وإذا استوعرتم هذا المذهب زارعكم كل إشكال يتعلق بالقدر